أرجع مرة تانية لكرة القدم علشان محدش يخش يلعب في هذه المنطقة المنطقة دي دائما الاحترام الكبير جدا ما بين النادي الأهلي ومجلس إدارته ولاعبي وجهازه الفني والنادي الإسماعيلي ولاعبي ومجلس إدارته وجهازه الفني وجماهيرهم وجماهير النادي الأهلي وجماهير النادي الإسماعيلي هناك احترام كبير جدا 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 ما بين الأندية والحقيقة كنت سعيد جدا جدا بكل التصريحات اللي قالها المهندس يحيال كومي رئيس النادي الإسماعيلي حتى الأستاذ خالد زين نائب الرئيس قال نفس التصريحات وقال أن النادي الأهلي وقف معنا وقفة كويسة النادي الأهلي ما كانش عنده مشكلة أنه يلعف في أي حتة حتى أسمع عليها ما عندهش مشكلة كلام ده مش بنقوله لمجرد كلام لا ولكن هذه هي الحقيقة رئيس النادي الإسماعيلي نائب رئيس النادي الإسماعيلي رئيس لجنة المسابقات أستاذ عام الحسين بيتكلم بهذا الشكل وبيتكلم بهذا الاتجاه وبالتالي جماعة من فضل حضراتكم خلوا الدوري أو خلينا نتكلم مع بعض في الكورة ما تخلوناش نتكلم في مين درب مين ومين عمل مين واصل الها اصل الالوية مش عايزين يجوا لإسماعيلي مش عارف ايه والكلام اللي بيقعد يتقال ده جماعة من فضل حضراتكم الموضوع أبسط من كده بكتير هناك احترام كبير جدا ما بين الجمهورين وما بين مجالس الإدارة وما بين اللاعبين في النهاية هم أصدقاء وإخوات خلي بقى لحضراتكم اللاعبة في الملعب أصدقاء وإخوات مش عايزين نقعد ندخل نفسنا في كلام وهو كلام في النهاية مزايدات عبارة عن مزايدات نادي الأهلي لو تقالوا روح يلعب في إسماعيلية أنا متأكد حيكون أحسن استقبال وأحسن حاجة ما احنا لعبنا هنا ولعبنا هنا فالواحد لما كان بيشوف كل حاجة لكن في النهاية احترامنا لقرارات الجهات الأمنية ما حدش يقدر يتكلم في هذا الأمر هم شايفين بمنظور أكبر بكتير من اللي احنا شايفينه فعايزين نركز وخلونا نركز في اللي جاي في الملعب فقط مين كويس في الملعب؟ مين الإسماعيلي النهاردة مثلا من ناحية الشمال بتاعته مش كويسة فناحية اللي مين أفضل؟ الأهلي فرقة قيلا نركز عن الإسماعيلي نشوف جريده بيعمل إيه احنا هنركز النهاردة على كده هنتكلم أكتر عن نادي الإسماعيلي هنتكلم عن اللاعبين الجدد اللي جابه من نادي الإسماعيلي هنتكلم عن وجود مدير فني زي جريده هنتكلم عن النادي الأهلي كيف يمكن أن يفوز على النادي الإسماعيلي مهند السيحي يكومي بيقول أنه نفسه يكسب طبعا كرئيس للنادي الإسماعيلي نفسه ده تنافس رياضي في النهاية ده تنافس رياضي كل غرضنا منه الرياضة فعشان كده أنا بقول لحضراتكم دايما نتمنى ابتداء من بكرة بكرة بداية الدوري العام المصري رسميا نتمنى بداية من بكرة إن شاء الله كل الأمور تمشي بشكل جيد ويبقى كلامنا في الملعب فقط بعيدا عن أي شيء آخر